والآن جولة على المشهد السياسي مع الزميلة جوزافين ديب مساء الخير جوزافين مساء الخير جورج بأتيت جولة لودريان هي بتتصدر المشهد أكيد أصلا شفناها مع الزملاء اللي رفقوا اليوم بكل جولاته بس هلأ رح نشوف هيك مشهد شوي عام مع لقاء بكرة المهم تصدر مساء الخير في المشهد السياسي اليوم جولة الموفد الفرنسي جونيل لودريان وتحضيره الأجواء لحوار سيؤدي حتما إلى جلسات مفتوحة وانتخاب رئيس للجمهورية يحظى بتوافق عام يخرق فيه الانقسام الحاصل بين القوى اللبنانية وبالتزامن مع هذه الجولة حراك سعودي منتظر من خلال الاجتماع الذي دعا إليه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لثلاثة وعشرين نائبا سنيا ويحضره لودريان المدعون إلى اللقاء نواب سنة من مختلف الاتجاهات السياسية وفي المعلومات أن الدعوة استثنت فقط نائبي حزب الله ينال الصلح وملحم الحجيري ونائب جهاد الصمد ونائبة التغيير حليمة قعقور التي امتنعت دوما عن حضور اجتماعات ذات طابع طائفي ولم تستثني الدعوة السعودية نائب كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم مصادر مطلعة على هذا اللقاء وصفته بأنه لن يكون لقاء عاديا بل هو سيحدد مسارا رئاسيا واضحا أولا على أن يكون أيضا رسالة بأن الكتلة السنية هي كتلة واحدة وموقفها واحد وبانتظار نتائج لقاء الخميس قدم لودريان جملة من التأكيدات في حواره مع القوى المختلفة ففي لقاءاته مع عدد من نواب التغيير يقول الموفد الفرنسي جونيل لودريان الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري أصلا هو من روح مبادرته سؤل هل سيكمل بري بالحوار بغض النظر عن نتائجه أجاب نعم وسألته النائبة بولا يعقبيان هل لديك ضمانة بأن لا يطير النصاب قال نعم لن يطير النصاب ثم سألت لماذا سيذهب الرئيس بري إلى الحوار طالما أنه سيعلن الجلسات المفتوحة عادة لدينا في لبنان أرنب أو حل يخرج من كم الساحر فلماذا نتجنب هذه الحلول ونعتمد ما قاله الدستور وعلى طريقة انتخاب البابا ليخرج الدخان الأبيض أجاب لودريان نعم ستكون على طريقة انتخاب البابا سؤل ألا تعتقد بأن سبعة أيام طويلة للحوار قال لودريان نعم طويلة ويمكن اختصارها وردا على سؤال عما إذا كان بري سيسير بالحوار بمن حضر أجاب لودريان أعتقد ذلك أشار عضو اللقاء الديمقراطي النأب هدي أبو الحسن إلى أن زيارة النأب والأبو فعور إلى باريس لها علاقة بالتشاور والاستطلاع حول الملف الرئاسي وقال عبر الجديد ضمن برنامج الحدث لن يكون هناك نتيجة حاسمة من المشاورات التي يجريها لودريان في بيروت لأن المواقف الداخلية ما زالت متعارضة عن من بأن مواقف اللجنة الخماسية متقاربة وتحث الجانب اللبناني على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اسمحي لأطرح السؤال ويمكن كلامي يكون مزعج للبعض ماذا يخفي رفض الحوار وما هو المستبطن والعميق بهذا الأمر بعد زيارة لودريان وبعد ما تنتهي هذه الجولة سنزور رئيس بيري كليقاء ديمقراطي وسنتدول بالأفكار وطبعا نحن أخرنا كان نفترض نزور الجمهورية وعلمنا بزيارة لودريان وبالتالي نطرنا تتبلور النتائج ربما نستنبت فكرة معينة نعود فيها للمعارضة ونستطيع أن نلعب هذا الدور كليقاء ديمقراطي من أجل أن نجد سيغاما لازم نجد سيغاما جبران بسيل عم بفاوض على شيء خارج يعني هاو ذكرتني خارج إطار أنا لكون دقيق هو هادف لتين النقطتين اللي هي الرئاسي والتعينات وشكل الدولي وطبعا ملف العقوبات هذا مش بالداخل بتتعالج بره ولكن بإطار ما يجري من تدخلات خارجية يمكن بيصلوله برأيي هذا هو الموضوع الأساسي وهذا الحصل بس تكون معك حتى عجل هذا قد يؤدي إلى أن ينضم الوزير جبران بسيل وكتلته إلى الثنائي بيصيروا قادرين يجيبوا لا بيقدرين لأمنوا الأكثرية ولكن ما بيقدروا يأمنوا 86 ننضموا أنتوا ألوان ساعتا مين طال عم نسأل لا ما من ننضم نحن موقفنا واضح نحن أي رئيس خارج إطار التوافق ما منمشي فيه مع هذا الخبر منكن وصلنا لختام الفقرة شكرا لألك جوزافين ترجمة نانسي قنقر